الحمود النوية عبارة عن ال DNA وال RNA ولكن فيه حاجة عاوز اقول لك ال DNA ده اصلا موجود فين كان عندنا حاجة خدناها في عدد اسمها الكروموسومات ونحن ناخد الانقسام الخالي اللي هو الميتوزي والميوزي كان فيها عاوز اسمها الكروموسوم والكروموسوم ده بتكون من كروماتيد وكروماتيد بالدالة هي كروماتيد مسج مع كروماتيد تاني عن طريق السنترومير اللي رابطهم هما الاتنين يبقى عن طريق ايه السنترومير طيب لو جبنا الخد على الكروماتيد ده يعني جبناه وفلدناه هنلاقي بيتكون من خد اسمه الكروماتين اللي احنا اخدناه مع البروتينات من ضمن البروتينات المرتبطة اللي هو كان عبارة عن بروتين ودي ان ايه تمام يبقى كان عندي كروماتيد وكروماتيد بينهم سنترومير الكروماتيد الواحد بيتكون من خيوط الكروماتين الكروماتيد الواحد بيتكون من خيوط الكروماتين بالنون إتباع الكروماتين شطنيها أنجgers سنجد آخر مثل بكرة الخيط مثل البكرة مسافة عليها الخيط بكرة نفسية كتبقة سيمهها البروتين اسمه لإطافة الهيستونات ونأخذها لك أيضاً في � תأكيد الدقيق للخليل تكون لهيستونات عبد الله عن بروتين في البروتينها مثل البكرة الخيط قال atAA DNA الجدoke دي نـة يتم seven dNA وكروماتيد بينهم سنترومير يعملوا الكروموسوم طيب ايه لو انت اخذت بالك كده هو شريتين شريت وشريت بينهم حاجات ربطة بينهم هنعرفها بعدي يعني هو تبقى واحد يعني نيتروجينية ربطة ببعضي هم شهما شريتين اهوت الشريت بيتكون من ايه؟ بيتكون من نيوكليوتيدات تتابعوا من نيوكليوتيدات على الشريتين وبيرتبطوا مع بعضهم تركيب النيوكليتيدة الواحدة بقى ايه؟ نيوكليتيدية مع نيوكليتيدة مع نيوكليتيدة تاعمل ديندة اذا النيوكليتيدة هي المونيمر والديند拿 هو البوليمر تمام اركز النيوكليتيدات الواحدة بتتكون من سكر خماسي اول حاجةة سكر خماسي طب وبعدين اخرى تتكون منها مجموهة فوسفات مجموهة فوسفات مرتبطة بزودة الكربون و قم 5 مجموهة فوسفات طيب بعد كده قاعدة نيتروجينية قاعدة نيتروجينية عايزك تركز معي طيب تزارتك طيب ده سكر الخماسي انا حددت نوع محددتش نوعه طيب فين بقى السكر الخماسي ده اولا دي بتبقى زرة اكسوجين دي زرة اكسوجين ولكن انا مش مش كاتبها او انا اسملك الشكل الخماسي على طول فعزي زرط الكربون واحد ودي رقم اثنين ودي اقم تايت ودي اقم الراعة ومالفين الخمسة ديت الخمسة هي الخمسة تبقى خارج لان هنا كان مفضن فيه كربون دي ما كانه الاكسوجين وبعد زرط الكربون واقم خمسة ودي اقم كام واحد يبحث ده السكر الخماسي ل relaxedし محددتش نوع السكر الخماسي عزي زرط الكربون واحد ارتبط بيها ايه قاعدة نيتروجينية بربطة تساهمية اما زوجة الكربونات كم خمسة رطابة بيها مجموعة فوسفات بربطة تساهمية برضا طيب هنعب بعد كاء نوع القواعد بس خلينا اقولك نوع السكر ذات نفسه هيختلف في ايه السكر ده المفروض تبع الزرات اللي هنا اكسوجين وهيدروجين تمام ده في الطبيعي وبالتالي ما دام هو خماسي وعوضنا تستيقى العامة بتاعت الكربونات اللي هو C H2 O by N وإن هنا بخمسة لين شكر خماسي هيديني C5 H10 O5 وده سكر ريبوز واخدنا مع الكربونات دولات قلنا بيدخل في تركيبة الحمد النوي RNA فلو السكر ده سكر ريبوز سكر خماسي عادي كامل ما فيهوش اي حاجة يبدا ده RNA يبدا ده RNA وده السكر بتاعه C5 H10 O 5 ولكن لو جينا اكلنا الO ديت اختفت الO ما بقاش فيه O مش ده بقى سكر ريبوز بس نقصة اكسوجين صح? يبقى سكر ريبوز اللي هو سكر خماسي بتاع الريبوز ولكن ايه اللي حصل? نيس اكسوجين نيس ايه اكسوجين بقى هيدروجين بس فنقول عليه الدي اكسي ريبوز D يعني مقوص اكسي يعني اكسوجين يعني الريبوز منقوص الايه الاكسوجين طيب يبقى الدي اوكس ريبوز ده اللي موجود في الدي ان اي دة فيها سكر الدي اوكس ريبوز يبقى لو السكر الخماسي زي ما انت عارف سي خمسه اتش عشرة او خمسه يبقى ده سكر ريبوز اما الدي ان الى السكر اللي بيخدش فيه بينقص فيه واحدا ايه? اكسوجين فلحو جيت عوط هنا ده, هقول له اسي خمسة اه ايه اتش عشرة اهي او خمسة لا هي او اربعة اش أيها او اربعة ليس او خمسه ايه تاني 나가ك تعرفي القواعد النيتروجينيه طرح اربع قواعد بتبقى موجودى فيcha الDNA و اربع قواعد ما هي موجودة Parker لهنا القواعد النيتروجينيه مثل quiero الادنين اللى رمزها A thicker دي موجودة في dirna و ر إني و سيتوزين مع ذلك لحدي طرح cualquier الان اما الثيامين مش موجودة غير في ال dna الثيامين اللي هو موجودة في ال dna بيحل محلها يواسيل يبقى موجود في ال rna اما الثيامين الموجود في ال dna يبقى كم عدد الروابط او كما عدد القواد نتوجينيا في ال蒸ة ال sign whichChiomene كم عدد القواد النتوجينية الموجودة في کم صماح aD ا2021 كم شريط معا exchange ايه? هو شريط واحد. وعشان اقول لك حاجة الار ايه ده اصلا منسوخ من ايه? منسوخ من دي ايه? دي ايه ده اللي فيه كل الصفات الرواسية بتاعتك. فبيبخوقش بره النواية. احنا بس بناخد منه نسخة عشان نبدأ ناخد الشفرة اللي موجودة عليه عشان نبدأ نكون بس عن بروتين وكده. طيب. ايه بقى هي العناصة اللي موجودة? والله انا عندي سكر خماسي. والسكر اصلا كان الكثير العامة بتاعت ايه? كربون وهيدروجين واكسروجين? ماشي. ادي كربون وهيدروجين واكسروجين. ايه تاني? عندي مجموعة فوسفات. وعندي قاعدة نيتروجينية. نيتروجينية. بل فيها ايه? نيتروجين. ادي نيتروجين. مجموعة فوسفات فيها ايه? فوسفور. طيب ده اشترك معك كده في كم حاجة. اشترك معك في الفوسفوليبيدات. اشترك معنا في الفوسفوليبيدات. واشترك معنا في الكازين. وادي معنا او الدي ان اي طيب اللي عاوز اقول لك برضو ان الدي ان اي موجود فين? موجود في النواة. الدي ان اي موجود فين في النواة. اما الار ان اي بيتم نسخه من الدي ان اي داخل النواة ثم يخرج الى السيتوبلازم. يبقى ما كان الدي ان اي النواة فقط. اما الار ان اي بينسخ داخل النواة من الدي ان اي ثم يخرج من الثقوب النواة دي سقوب. سقوب تحت الغشاء النقوي. تمام? عشان كده هنفتح حالك كده. بيحصل نزخ وتخرج للايه? لساعة البلازم. بعدين يحصل ايه? يحصل بتتخلق البروتين. بيتم ترجمته للبروتين وده هتعرفه في تالت السنوي بالتفصيل. تمام? ايه فايدة الدين ايه? او الار ام ايه? الدين ايه ده هو اللي بيشير كل صفاتك الوراسية. بقى من لون عينك اه الدرجة بتاعة بشرتك الكلام ده كله بدي يحمل اجينات او اللي هي المعلومات الوراسية. ليه جامل ابو من الام. دي مسؤول عن ايه? مسؤول عن ازهار الصفات الوراسية. مسؤول عن الصفات الوراسية بتاعة انا. تمام? وايه تاني? تنظيم العماية الحيوية. وهو ده اللي بيقول ان يخرج منه نسخة الار ان ايه? تكون بروتين وبروتين ده انزيم. والانزيمات والهرمونات دي بتبدأ تنظم العماية الحيوية في الجسم. فهو مسؤول عن ايه? عن ازهار الصفات الوراثية او تنظيم العملية الحيوائية. طبعا الار ايه نفس الموضوع. ولكن بيستخدم في بناء البروتينات المسؤول عن الحاجات ديت. يبقى هنا يحمل المعلومات الوراثية على اطون او الجينات يعني. اما هنا بيستخدم ايه? في البروتينات اللي بنستخدمها في الحاجات دي. تمام? طيب سؤال بقى عازك تكون مركز معي. كم عدد القواعد عدد القواعد المشتركة? المشتركة بين الودين ايه? والار ايه. هقول لك والله الادينين ادي واحد الجولينين الثانين ثلاثة خلاص يبقى ثلاثة قواعد نيترويجنية مشتركة. طب كم عدد النايكوليتيت ايت المشتركة بين الدي ريناي والار ايه سفر كم سفر? هتقول لي الاجه. هقولك هو اصلا السكرا بتاع الدي dance ما لهم سكر دي اوكسي رايبوز. سكر ايه? دي اوكسي رايبوز. يبقى ده السكر بتاع الدي aku. اما السكر بتاع الار ايه سكر رايبوز. فالسكر اصلا مختلف عن السكر ده. فبالتالي انا مجيش دعم ان فيه قواعد مشتركة. السكر ذات نفسه اللي هيتحمل عليه القاعدة النيتروجينية او مجموعة الفوسفات مختلف عن بعضه. فده سكر وده سكر تاني خالص. تمام? فبالتالي مفيش نيوكليوتي دات مشتركة بينهم. لان النيوكليوتية تكون ايه? سكر خماسي مجموعة الفوسفات القاعدة النيتروجينية. والاساس بتاعي هو السكر الخماسي. فاذا كان السكر مختلف فبالتالي مفيش قواعد اه مفيش نيو ده الار ان ايه والدي ان ايه احمال نوية ده سهلة جدا ان شاء الله نحل عليه الاسئلات الموجودة تكون سهلة جدا وبسيطة